عما يتحدثون يتحدثون عن حضور إيراني في شمال أفريقيا بل أكثر من ذلك هناك كلام عن تشكل حلف روسي جزائري إيراني هذا التحالف المتحدث عنه ويشكل خطر على القارة الإفريقية بالدرجة الحديث عن التحالف هو في غير محلي على الاعتبار أن هناك تفاوت على المستوى القوة وكالسؤال هل روسيا العظمى الدب الروسي بحاجة إلى قنطرة عبور إلى أفريقيا هي الجزائر؟ الروسيا هي تتعامل مع القارة الإفريقية الآن وتتعامل مع النظام الجزائري كبيدق على المستوى المشهد الجيوسياسي الإقليمي اليوم كما يقول الكل أننا أمام تهديد واقعي حقيقي وسائل خير تحية لكم أيها الأوفية أينما كنتم في هذه الإطلالة الجديدة إطلالة قد نعود من خلالها إلى فيديو سابق ربما فيديو إن كنتم تتذكرون تعليقا على أمير موسوي وهو كان قنص لإيران في الجزائر حين خرج في قناة الميادين وبدأ يتحدث عن أكاذيب مغربية تتعلق بالوجود الإيراني في منطقة شمال أفريقيا وفي القارة الأفريقية وتحديدا في الأراضي الجزائرية مخيمات تندوف عبر حزب الله عبر الحرس الثوري فيلق القدس إلى غير ذلك من أذرع إيران العسكرية حينها بدأ يتهم المغرب بالكذب والتضليل إلى غير ذلك وكان بعد ذلك مقابلة للسيد ناصر بوريط أوزين الخارجي المغربي مع قناة الجزيرة في لقاء خاص وتحدث فيه عن الدلائل والبرهين التي تؤكد بأن إيران متواجدة في المنطقة اليوم الكلام لا يأتي من نوفل ولا يأتي من سيد ناصر بوريطة ولا يأتي حتى من الرباط بل هو قادم من الولايات المتحدة الأمريكية ومن فرنسا وبعض الدول كإسبانيا مراكز دراسات ومراكز بحثية إسبانية وخبراء ومحللين عسكريين إسبانية يتحدثون عن ذلك عما يتحدثون يتحدثون عن حضور إيراني في شمال أفريقيا بل أكثر من ذلك هناك كلام عن تشكل حلف روسي جزائري إيراني تلاقي المصالح المشتركات استهداف عدو واحد ألا وهو الولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة للروس قهقرة الأوروبيين في مناطق نفوذ تقليدية على مستوى القارة الأفريقية وتحديدا فرنسا وزرع وجع في خاصرة أوروبا الجنوبية جنوب المتوسط يتعلق الأمر بالقارة الأفريقية التي أصبحت بكل صراحة اليوم مسرح لنفوذ صيني روسي واضح كانت أمريكا تريد أن تتدارك الموقف قامت بقمة أمريكية أفريقية ترأسها الرئيس جو بايدن في واشنطن إلا كنتوا كتعقلوا باش جات تزامنا مع الماتش دي المنتخب الوطني والمنتخب الفرنسي في نصر نهائي كأس العالم وتفرجوا في الماتش مجموعين بوخاري رئيس نيجيريا عدد من الرؤساء الأفريقى ورئيس الأمريكي جو بايدن بالإضافة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش ماشي موضوعنا موضوعنا أننا كنا نقول بأن هناك تواجد لإيران وبأن إيران تسعى لنشر الفوضى في منطقة شمال أفريقيا وبأنها تشجع الانفصال وتشجع الجماعات الإرهابية لأن هذه الدولة ببساطة تقتات على الفوضى كتحمق على مناطق فيها فوضى كتحمق على مناطق ما فيهاش سلطة للدولة المركزية كتحمق على الجيوش الضعيفة كتحمق على الدول الضعيفة اقتصاديا لتخترقها كما فعلت في لبنان وأصبح اليوم حزب الله بغينا ولا كرهنا دولة داخل دولة كما فعلت في سوريا هي الأمر الناهي اليوم في دمشق لأنها هي من أنقذت نظام الأسد من السقوط كما فعلت وما زالت تفعل في اليمن اليوم تهدد الإمارات والسعودية بجماعة الحوثي وحين كان يتصاعد التوتر ما بين المملكة العربية السعودية وطهران كانت هجمات الحوثي النوعية على مؤسسة أرامكو لإنتاج البترول تتزايد وتكون موجعة لكي تقول إيران للمملكة العربية السعودية هأنا ذا بإمكاني أن أكون يعني مصدر إزعاش ومصدر تهديد للأمن والاستقرار في المملكة اليوم ما تفعله لم ترضى عن المملكة المغربية لعدة مواقف وأقول بأن المملكة على لسان الملك محمد السادس في القمة الخليجية المغربية 2016 قال بأن الأمن القومي لدول الخليج العربي هو من الأمن القومي للمملكة المغربية كانت هناك مجموعة من المواقف وموقف واضح وصريح مع البحرين بعد تصريحات أحد المسؤولين الإيرانيين عن أن البحرين ولاية إيرانية إلى غير ذلك فكان موقف شجاع من المملكة المغربية مواقف كثيرة هي التي يمكن أن نقول بأنها أزعجت إيران ماذا فعلت إيران؟ ذهبت إلى حضن الشيطان وأنتم تعلمون أن النظام الجزائري اليوم قد يستعين بالجن إن كان بإمكانه أن يضر بالمصالح المغربية فما بالكم إيران إيران التي تبحث عن تاريخ إمبراطورية فارس التريد ولكن ليس بمعنى التقليد القديم حين كان لا تريد أن تقيم ما تسميه دولة الخلافة وأن تكون هي مسؤولة عن المؤمنين والمسلمين في شتى بقع الأرض وأن يكون لها نفوذ فاليوم تواجدها عسكري إعلامي بعض الأحيان عبر تمويل بعض المنابر ولكن أيضا ديني عبر نشر مذهب التشيع وجودهم في أفريقيا واضح وصريح يستقطبون في مجموعة من الدول وقلنا بأن ما أزعج بعض الأشخاص شخصيات العمومية في الجزائر بان فترة أمير موسى وهناك أنه أصبح ينشر التشيع ولكن ما لم يكن يعلمه الجميع أنه كان على تنسيق مع قصر المرادية ليكون ذلك المندوب عن إيران عن حزب الله أيضا وجنوده عن الفرق العسكرية الإيرانية لخلق حلقة التواصل مع الجبهة الانفصالية واليوم الكل أصبح يعلم بأن الطائرات الإيرانية المسيرة دون طيار تمتلكها جبهة الانفصالية جبهة البوليساريو وبالتالي هو لعب بالنار من نسبة للجزائر وبالنسبة أيضا لإنسان الهاجين يتعلق الأمر بالجبهة الانفصالية لعب بالنار لماذا؟ المغرب الحمد لله لديه قدرات دفاعية ولكن ما يجعل الباب مفتوح على كل الأصعدة هو التواجد الإيراني أنا قلت لكم بأننا بإمكاننا أن نعطي الأمثلة والأمثلة عديدة جدا إلى أن الأياد الإيرانية أينما حلت تحل الفوضى واليوم هذا المحور محور الشر الجديد الذي يتشكل صدقوني إيران لن تكتفي بأن تكون متواجدة فقط بدعمها لجبهة الانفصالية هي تعرف حق المعرفة بأنها لن تتمكن من إيذاء المملكة المغربية ليس لأننا فقط نمتلك أنظمة رادارات وأسلحة دفاعية قادرة على أن تخترق غالي في غرفة نومة لا ولكن لأن إيران أهدافها أوسع إيران اليوم خصبت نسبة 84% من اليورانيوم يعني هي على مقربة من 90% وإن لاحظتم لويد أوستن ووزير الدفاع الأمريكي كان في عمان ورحل صوبة الأبيب والتقى بمن يمين ناتانياه الرسالة التي توجه إسرائيل بأنها على مقربة من استهداف المفاعلات النووية الإيرانية لأن إسرائيل لن تسمح بأن تصل نسبة التخصيب لإيران إلى 90% 90% لأنها قادرة على تصنيع قنبلة نووية إيران تستبق كل هذا إيران مع أنها شيطان ولكن لديها فكر استراتيجي تستطيع أن تخمم كتفكر بعيدة المدى ما هي تشوف غير قدام رجلها ما دارت إيران باش تضغط على الخليج وتضغط على إسرائيل وتضغط على حامية إسرائيل اللي هي الولايات المتحدة الأمريكية نشرت مناطق النفوذ الخاصة بها فنجدها في صنعاء نجدها في بيروت نجدها في دمشق نجدها في الأراضي الفلسطينية في كثير من الأحيان هذا التواجد جعل لإيران مكانة مرموقة وإيران اليوم تفاوض على ملفها النووي ولكن صدقوني حين تفاوض فهي تفاوض أيضا بناء على ما تملك من إمكانيات على الأرض لأن للأسف الغرب علم الجميع بأنك إن كنت ضعيف فأنت لا تحاورنا بسياسة الند للند إيران حين تذهب للمفاوضات في ملفها النووي تذهب بسياسة الند للند وبأنني قوية تقيم عليه حصار تمنع الشركات من التعامل معي تحدد مقدار إنتاجي من النفط والطاقة ولكنني سأعبث بالمنطقة وأجعلك إن أردت أن تغير أي شيء استراتيجي على مستوى الملف السوري أن تعود إلى طهران وأن أجعل أمن الخليج على المحك وأن أجعل تهديد واستقرار دول المنطقة ككل خاصة الشرق الأوسط التي تملك 70% من احتياطيات النفط العالمي أجعلها في خطر وبالتالي أي حوار استراتيجي سيكون حول المنطقة لا بد أن تشرك به طهران هذا ما لعبت عليه اليوم تفكر بأن هناك تسابق على القارة الأفريقية وهذا السباق لا بد أن يكون لها قدم فيه وبالتالي التقت المصالح مع روسيا وجدوا دولة وظيفية بيدق اسمه النظام الجزائري يمكن أن يسهل ما لا يسهل وبالتالي تشكل هذا الحلف هذا الحلف اليوم حسب السي أنان حسب الأمون حسب مجموعة من المنابر وأيضا المعاهد ومراكز البحث في إسبانيا وغيرها يشكل قلقا على المصالح ليس فقط المغربية في شمال أفريقيا ولكن على المصالح الأوروبية لأن تواجد فصيل من قبيل حزب الله أو الحرسة الثورية أو فيلق القدس على مقربة من القارة الأوروبية بعتاد وسلاح عسكري أضف إلى ذلك دولة وظيفية كالجزائر يمكن أن تسهل نقل الأسلحة نقل الجنود إلى غير ذلك دون أن يكون هناك أي رقابة هذه الأمور كلها تفتح الباب على مصرعيه بأن يكون هناك خطر داهم بالنسبة للقارة الأوروبية وإن كان هناك ألم في خاصرة أوروبا الشرقية عبر الحرب الروسية الأوكرانية قد ينتقل الوجع إلى خاصرة أخرى جنوبية جنوب المتوسط تتعلق الأمر بدول القارة الأفريقية أضف إلى ذلك تراجع القوة التقليدية على غيرار فرنسا أضف إلى ذلك أن دول السحل والصحراء ما كينوالوا لا أمن لا جنود لا بوليس والفاغنر اليوم يتوغل في هذه الدول دون إذن من أحد وقوة نوعية وشهدنا الفاغنر تاخموت ماذا فعلت والأسلحة التي تستخدم هناك في الحرب الأوكرانية وبالتالي نحن اليوم كما يقول الكل أننا أمام تهديد واقعي حقيقي وهذا ربما ما يفسره زيارة مارك ميلي وهو رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيوش الأمريكية زيارة إلى المملكة المغربية إلى الرباط أكيد على طاولة النقاش وإن لم يصدر تصريحات عن ذلك هذه التغيرات على مستوى الخريطة الجيو السياسية للمنطقة والتواجد الروسي والتواجد الإيراني بمساعدة جزائرية هذا أمر لا مناصة منه أكيد أيضا على طاولة النقاش كان ما يمكن أن يقدم طريقة الحوار مع الأوروبيين لأن أوروبا اليوم خاصة فرنسا قلقت من التقارب الأمريكي المغربي وخاصة ما حدث على مستوى الاعتراف بمغربية الصحراء ففرنسا اليوم التي انسحبت من أفريقيا أو تقهقرت في القارة الأفريقية لن تبقى كما كان عليه الحال لأنه بتواجد إيران وهي عضو أيضا في ما يسمى بمناقشات والمفاوضات حول الملف النووي الإيراني لن تبقى مكتوفة الأيدي لأن الخطر الإرهابي لن يمس المملكة المغربية لكن سيكون على ضفاف البحر الأبيض المتوسط وبالتالي القارة الأوروبية ونعلم كيف استخدمت داعش الذئاب المتفردة وقد تلجأ إيران التي لديها كل ما تملك من القدارة والوقاحة لاستخدام حرب بدون أخلاق وقلناها بأنها أينما تتواجد تنشر الفوضى لن أطيل عليكم أدعوكم أنا فقط قمت بهذه كمقدمة أدعوكم لمشاهدة هذه الحلقة التي كانت مع خبراء وعارفين بهذا المجال وكان فيها نقاش أكثر من جميل تفضلوا بمتابعتنا ولا نامت أعين الجبناء صدقوني بإذن الله هذه المملكة محمية صامدة في وجه الأعداء حتى لو جاءوا بهم من السند والهند فإن شاء الله وحدتنا الترابية مصونا وأرضنا ندافع عليها بالدماء مهما كلفنا الثمان تابعونا تابعوا هذه الحلقة وأتمنى لكم فرجة ممتحة دعني أقول لك رأي خيسوس سانشيز لانباس وهو نائب رئيس محل التنسيق للحوكم وأيضا الاقتصاد التطبيقي ويقول بأن المعلومات المتاحة حاليا تسمح بالتنبؤ بسيناريو مزدوج لعدم الاستقرار أوكرانيا في شرق أوروبا ومنطقة السحل والصحراء في الجنوب يقصد أفريقيا وبالتالي سيسمح لروسيا بفرض سيطرتها على مناطق متعددة تدخل في إطار الأمن القومي والأمن الاستراتيجي للغرب بشكل عام ما يجعل من المفترض على هذه القوى الغربية أن تبحث عن حليف قوي ويقول هنا بملء فيه المغرب هل هذه المؤشرات تدل على أن لابد أن يكون هناك ردة فعل واضحة واقعية تلامس الحقائق التي استندنا إليها من خلال مجموعة من التقارير نعم قبلها لو تفضلت أستاذ نوفل وهو أن أختلف شيئا ما مع الأستاذ أقرطيط فيما ذهب إليه حيث أن التحالف الإيراني الروسي وتحالف استراتيجي هو متين منذ زمن بالنظر لكوننا نحن في المرصد المغاربة للدرسات السياسية الدولية وفي المرصد الدولي للدرسات السراتيجية الدولية نتوصل بتقارير مفادها على أن نظام العالم الجديد الذي تشكل قوامه في شق تحالف إيراني روسي جزائري صيني في إطار ما نسميه توازن الرعب الجانب الثاني الرجل الذي تفعله هو قال على الجزائر على ما أعتقد أن المناسباتي من أمر فيما يخص الجزائر بدخولها في هذه العلاقات الوطيدة مع روسيا وإيران هو مناسباتي يعني لم يقصد أعتقد إيران ربما إلى حد دينما نعم إلى حد دينما على أين الرجل الذي تفضلت بدكريه هو صدق قبل هذا التقرير حينما تحدث عن كون أمير مساوي الذي كان بصغة ممثل السفارة كان قنص نعم ولكن كان هو اليد اليمنى لحزب الله في تسليح جبهة البوليساريو المعادية ليس فقط للمصالح المغرب ولكن لإفريقيا بالنظر لكونها تشكل عطارتها حزرة في واجهة تنمية الجانب الثاني والذي هو أهم كما جاء فاتقرير هذا أصبح عليه إجماع الآن أن هذا التحالف تلاتي البين من طبيعة الحال بالنظر لما تتوفر عليه إيران من سلاح نووي ضد الإرادة العالمية وأنها ترفض تفتيش يعني ل يعني للنووي نمم الذي هي ليس فقط كما تدعي أنها موجهة للإنتاج السلمي الذي لا يهدد السلم العالمي وإنما أثبت الدراسات عن طريق الأمم المتحدة على أن إنتاجها وتخصيبها للأرونيوم المخصب الذي هو موجه بالدرجة الأولى إلى إنتاج استلاح النووي الذي يهدد العالم وليس فقط يعني المنطقة وبالتالي أنا أعتقد جازيما إن كان هناك من خطر على العالم فهو يشكله إيران بالدرجة الأولى وأن اتفاقية التي كانت يحدث عليها دول عربية والإسلامية المسمات بأبراهام أنا أعتقد الآن أثبتت نجاعتها وأن حان على الدول العربية والإسلامية والإفريقية على وجه الخصوص ودول المشرق أن تذهب في اتجاه تعاون يعني مع إسرائيل ومع المغرب ومع الولايات المتحدة الأمريكية في العمل على إيقاف هذا المد الشيوعي الإيراني الذي هو يهدد يعني إفريقيا كما هدد الشرق الأوسط عن طريق زرع يعني الأدرع الأدرع نعم في إيران في العراق سوريا واليمن واللائحة طويلة ولكن ليس في القنافذ أملس يعني جميعهم سيان الكل يبحث عن مصلحتي وبالتالي هنا ربما نقول بأن على دول كثيرة أن تبحث عن مصلحتها في إطار تحالفات أو في إطار استقطابات معينة غير أنه لا تضع يعني بيضة في سلة واحدة دائما هذا ما ذهب في المغرب صحيح دائما المغرب يحتفظ بعلاقات طيبة حتى مع روسيا تم مع روسيا اليوم ولكن لنفصل لنفصل يعني كل طرف على حدة نبدأ بروسيا روسيا لماذا روسيا تحتاج إلى الجزائر لتسهل مهمتها في بناء قواعد مثلا في النيجر أو في مالي أو في بوركينفاسو وهذه الأنظمة الأفريقية اليوم تقول مرحبا بالضب الروسي يعني فرنسا خرجت فرنسا لم تعطينا أي شيء اليوم نحن كما قال ماكرون ملعب يلعب في ساحته كثر من القوى الغربية من التنينينات الأسيوية على غرار الصين تركيا إسرائيل حاضرة المغرب كقوة من داخل أفريقيا هو المستثمر في أفريقي داخل القارة الأفريقية وبالتالي اليوم أفريقيا كالمغناطيسة الجاذب للقوى العالمية فروسيا هل بالضرورة تحتاج للجزائر لكي تشكل بوابة لها نحو أفريقيا وهي متواجدة في مالي ومتواجدة في رقعة جغرافية مختلفة كما قلت الأستدنو في العلنة في العلاقات الدولية إما نتحدث عن تناقض المصالح أو عن تطابق المصالح أو عن تقاطع المصالح في نظري لا يمكن مقارنة الجزائر في نهاية المطاف بروسيا روسيا دولة عظمى ينبغي الإقرار بهذا الجزائر هي دولة صغيرة جدا وظيفية حتى حلم دورة وظيفية دولة وظيفية لكل ما تحمل كمار الكلمة في محلها قد نرى إيران هي قوة إقليمية على المستوى الشرق الأوسط ليس هناك خلاف حول تقسيم وزن الدول على المستوى المشهد السياسي الدولي وبالتالي الحديث عن التحالف عن تحالف استراتيجي بين الجزائر والصين أو الجزائر وروسيا أو مع إيران هو في غير محلي على الاعتبار أن هناك تفاوت على المستوى القوة لا القوة الاقتصادية لا القوة العسكرية وبالتالي لا ينبغي أن نعطي للجزائر أكثر من حجمها على المستوى الإقليمي هي طرف في محور ولكن بدور وظيفي وكالسؤال هل روسيا العظمى الدب الروسي بحاجة إلى قنطرة عبور إلى أفريقيا هي الجزائر؟ روسيا هي تتعامل مع القارة الإفريقية الآن وتتعامل مع النظام الجزائري كبيدق على المستوى المشهد السياسي الإقليمي تدرك على أن النظام الجزائري نظام ضعيف بالنظر نظام ضعيف داخليا وهو نظام شبه مفكك وانطلاقا من الأزمات التي عرفها هذا النظام السياسي خلال السنوات الأخيرة وبالتالي روسيا هي تدرك على أن هذا على أن من خلال الضغط التاريخي على الاعتبار أن روسيا كانت دائما مزودة بالأسلحة وهذا من عهد الحرب الباردة أي من عهد الاتحاد السوفيتي وبالتالي لها أوراق ضغط قوية على النظام الجزائري وهي تستغل كل الفوضى الآن المتواجدة على الصعيد الإفريقي بمعنى أن من يتحمل المسؤولية إفريقيا هناك فرنسا أولا هناك الجزائر تانيا أينما تراجعت فرنسا بطبيعة الحال أن روسيا تتقدم وبالتالي روسيا الآن هي في إعادة هي في مرحلة استعادة النفوذ على المستوى الإفريقي والنظام الجزائري هو أدى تطيع الآن في يد روسيا وبالتالي الخطر الآن هو يكمن في كون ما دمنا نتحدث عن التحالف بين إيران وروسيا هو تحالف يمكن هو قد نقول على أنه تحالف استراتيجي بين روسيا وإيران مع العلم أن هناك أن حيثما تختلف الأجندة السياسية للطرفين يكون هناك خلاف بينهما الحديث الغربي الآن الحديث الغربي عن هذا القلق هو متأخر شيئا ما على اعتبار أن هيلاري كلينتون كانت قد تحدثت أثناء إدارة أوباما على أن عن النفوذ الإيراني والخطر الإيراني عن المستوى الإفريقي هل نسى الغرب أنا أتسأل أكثر من ذلك هل نسى الغرب الخلايا النائمة للنظام الملالي خلال التسعينات والثمانينة وكل العمليات التي تم تنفيذها على الصعيد الدولي هناك جزء من الغرب عمل على تطبيع النظام الإيراني دوليا وهو ما استغله النظام الإيراني من سنة 2015 إلى حدود الآن وقبل هيلاري كلينتون حتى سنة بعد غزو العراق أتذكر جيدا ملك المملكة الأردنية الهاشمية عبدالله الثاني قال احذروا إن هناك هلال شيعي يتشكل ضج إلى ذلك خطاب صاحب الجلالة لملك محمد السدف قمة الرياض صحيح الذي نبه الدول العربية الذي ساند الدول الخليجية في حفظ أمنها القومية الذي يتعرض لتهديدات متكررة هالنتائج الآن وموقفون مع البحرين تماما تتذكر حين خرج مسؤول إيراني يقول بأنها ولاية ولاية إيرانية فكان هناك قطع للعلاقات في مباعد مع إيران نعم وهنا بالمناسبة أرجع بك أستاذ والأستاذ الحسن إلى علم التنبؤ الذي من بين مبادئه في الدراسات المستقبلية وهي إعطاء لنظرية المخاطر على مسوى المستقبل قيمتها في الدراسة قيمة نظرية المخاطر على مستوى هذا التحالف المتحدث عنه ويشكل خطر على القرارة الإفريقية بدرجة الأولى لكونها هي المسرح هي المسرح وهي التي يراهن عليها العالم كونها سلة الغداء العالمي لا يمكن أن يتحقق هذا المبتغى بالنظر لكون إفريقيا الآن وما تتوفر عليه من كفاءات بشرية وخيرات طبيعية دعني أضيف لك أستاذ الحسين إن سمحت وقد توافقني الرأي من بين المعلومات والشرحات المفصلة التي تتحدث عن تواجد نظام الصفوي نظام الملالي في القارة الأفريقية أن هناك نية لضرب المشروع الخاص بنيجيريا المغرب أنبوب الغاس تماما يعني اليوم لأن المشروع يعتمد على أمن 15 دولة تقريبا يمر منها الأنبوب وبالتالي هذا التواجد الإيراني عبر الحرس الثوري ولا فيلاق القدس ولا حتى حزب الله الذي يقال بأنه متواجد في تندوف وإن سمحت لا يشكل سابقة سبقة وأن لعبت هذا الضور إيران على المستوى على المنطقة قزوين على المستوى منطقة البحر الأسود كذلك بمعنى أن كان الهدف في نهاية المطاف هو ضرب أنبيب غاز ولا تقوم بذلك عبر الحوثي في ضرب مؤسسات أرامكو في المملكة العربية السعودية وافشلت مشروع القطر السعودي عبر سوريا أفشلت هذا المشروع إيران أفشلت هذا المشروع صحيح أستاذ الحسين نعم أحييكم معا فالتقاطع الذي يصب في إعمال نظرية المخاطر التي يتنبأ بها كل يعني السياسات التي منشئنها أن تعمل على حد المخاطر قبل وقوعها ليس فقط يعني على مستوى الحربي والعتادي ولكن كذلك حتى على مستوى الكوارث الطبيعية بمعنى أن دراسة شمولية متكاملة من شأنها أن تعمل على إيجاد الحلول قبل فوات الأول وأنا أعتقد بأن يعني التحالف المغربي مع الاتحاد الأوروبي ومع الولايات المتحدة الأمريكية ومع إسرائيل ومع مجلس التعاون الخالجي ومع الدول الإفريقية الشقيقة أقول لك بكل موضوعية هي الحل في إعطاء للحصانة لكل مكاسب والمكتسبات إفريقية والعربية ومن قلبهم المغرب بكونه يشكل واسطة العقد ويشكل القوة الاقتراحية التي من شأنها وقتل هذا الخطر الذي تحدثت عنه في مهدة لأنه بالفعل أنا قلت قبل قليل وليس ذلك رأي خاص بينما هي حقائق مجرد أن إيران أينما وجدت وجدت الفوضى ونشاهد ماذا فعلت في لبنان وخلقت دولة داخل دولة شكرا لك قد نناقش معنا جزء ثاني لدينا جزء ثاني قد نناقش عناصر سياسة خارجية الإيرانية لدينا جزء ثاني وسنقدم إسقاطات عملية وأمثلة حية من الواقع لهذا الخطر الدام وأيضا تلك الدولة الوظيفية أيضا الأستاذ الحسين قنون شكر لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة وصلنا لاختام الجزء الأول من حلقة اليوم من ملف خاص نعود وإياكم مباشرة لستوديوهاتنا المركزية هناك في طانجة مع الزميلة مريم تسوري لمتابعة باقي فقرات الفترة المسائية ونعيدكم بجزء ثاني شيخ في تمام السابع ونصف من ملف خاص تفضلوا بالبقاء معنا إذن أهلا ومرحبا بكم مشاهدين في الجزء الثاني من برنامج ملف خاص يحضر معي كما كان عليه الحال في الجزء الأول الأستاذ الحسين قنون رئيس المرصد المغاربي لدراسات سياسية الدولية أهلا مرحبا بكم أهلا مرحبا بكم ترحيب موصول أيضا مجددا بالحسن أقرطيط الأستاذ والخبير والباحث في العلاقات الدولية أهلا مرحبا بكم أهلا مرحبا بكم إذن تحدثنا عن روسيا وكيف تبحث لنفسها عن موطئ قدم في القارة الأفريقية عبر بوابة جزائرية ونتحدث ونواصل أيضا الحديث عن الجزائر أو عفوا عن إيران التي هي الأخرى تتمدد كالأخطبوت وتريد أن تجد لنفسها هي الأخرى موطئ قدم في القارة الأفريقية معتمدة على العلاقات التي تربطها بالجزائر وعلى تواجد ليس ببعيد بدأ أيضا في القارة السمراء تجلى ببعده الاقتصادي تارة وبعده الروحي الديني الشيعي تارة أخرى ولكنها أيضا مكنت نفسها من مكانة مرموقة منحها إياها النظام الجزائري كما قال الأستاذ الحسين في الجزء الأول ابان فترة أمير موسوي الذي كان يقوم بمهام دبلماسية كما يقال كقنصل لإيران في الجزائر ولكنه تعدى تلك الخطوات حتى أن أصوات جزائرية خرجت من قلب الجزائر حينها وقالت بأن هذا الرجل ينشر التشيع وإذا بنا نصدن بمجموعة من التقارير بعد ذلك بعد مغادرته الجزائر والتي تتحدث عن أنه كان وسيطا لفتح الباب للجبهة الانفصالية من أجل التسلح بأسلحة نوعية واليوم أصبح من شبه المؤكد تصدير الطائرات المسيرة الإيرانية إلى الجبهة الانفصالية وأكيد كل ذلك يحدث بمباركة وبأموال جزائرية قبل أن نختم الحديث عن إيران لننتقل إلى الجزائر يعني خبر باقي طازج جديد بالميكاديال وكما نقول بالدارجة توقيف السلطات الألمانية لمحمد بيزي وهو ذراع حزب الله المالي في تبيض الأموال والاستثمارات التي يقوم بها بأموال الحزب الذي هو طبعا مدعم إيرانيا في العراق ومجموعة من الدول تم إيقافه والتهمة هي تبيض الأموال يعني حتى الدول الأوروبية بدأت تتخذ مجموعة من الخطوات مع الأذرع المالية على الأقل لنظام الملالي في إيران وأذرعه العسكرية والسياسية على غرار حزب الله اليوم أمام هذا الخطر الداهم الأمر لا يتعلق فقط بأمن المملكة المغربية المغرب الحمد لله مستقل وسيبقى كذلك وقادر بجنده وجنوده وعتاده أن يحمي حدود المملكة من أي خطر داهم مهما كان سواء كان من خلفه إيران أو حتى أي أن كانت القوة التي تتموقع خلف الجدار ولكن أمن شمال أفريقيا على المحك ونحن نشاهد ما يحدث في ليبيا وكيف تحولت إلى مسرح لمجموعة من الجماعات الإرهابية وأيضا لجيوش دولية حتى تنتمي لدول قائمة والسحل والصحراء بعد الانسحاب الفرنسي حدث ولا حرج فكيف يرقب الأمريكي والأوروبي وصول إيران إلى المنطقة وكما قلنا في الجزء الأول هي ناشر حصري للفوضى نعم أنا أقول لك سيد نوفل وأنا متفق معك التوقيف الألماني لهذا المسؤول لجزائري لا هذا محمد بيزي هو لبناني ولكن يعمل لصالح حزب الله في تبيض الأموال في أوروبا وفي العراق وفي غيرها من الدول لأن طلاقي هذا المعطى هو لا ينفصل عن العقيدة لحزب الله وحينما تحدثنا عن أمير موساوي كان هو المسؤول السامي لحزب الله في تسهيل اتجاف المخدرات على مستوى البوليساريو على مستوى الأمريكا اللاتينية بالخصوص وكانت أموال طائلة بالمليارات التي تتحول نفقتها إلى تسليح ميليشيات البوليساريو بهذه الصورة ربطا بسؤالك في الجانب الثاني أو في وجهه الثاني وهو أن المملكة المغربية في علاقتها بحلفائها أو نقول شركائها الاستراتيجيين الصادقين لناقول الصادقين الذين أدركوا على أن تعاونهم مع المملكة المغربية وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي أنا كنزيد لهم إسرائيل بكل موضوعية قانأتي لأن هذا النوع من الشركة التلاتية فهذا الخطر الآن الذي يهديد العالم وأنا أقول يهديد البشرية لا خلاصة لهذا التعاون إلا أن يكون له مدى متوسط ومدى بعيد أولا لأن المملكة المغربية انطلاقا من موقعها الجيوستراتيجي هي القادرة أن تكون صمام أمان في مواجهة هذا الخطر القادم من الشرق هذا الخطر القادم لإفريقيا ولمصالحها على جميع المستويات بمعنى آخر إن أرادت يعني الدول الغربية أن تعمل على إيقاف هذا المد اللي هو خطر بغينا ولك رهنا لا كيد خطر لدينا تجارب مماثلة في المشرق العربي دمرت دول إيران إذن فليمد يدها إلى المملكة المغربية وفقا للمصالح المشتركة البراغماتية بدون مزايدات وبدون حسابات ضيقة لأن المغرب حينما يقول يعني الاتفاقيات التي ينبغي أن تكون في إطار سياسة الوضوح والطوموح لكتنجز المملكة المغربية بتعلمات ثامية من جلالة المالك حان الوقت لتطبيقها التطبيق الناجئ السليم الواضح الذي يكون له كذلك أجندا متوسطة المدى وبعدة المدى لماذا قلنا هذا المثال الحي عن إيقاف هذا الرجل الذي هو ذراع من أذرع حزب الله المالية ويقوم بمسألة تبيض الأموال بناء على مشاريع وهمية أموال الحزب تحديدا وكم شاهدنا اللبنانيين يتحصرون حين بعض المشاهد صور للدولار مخازن مليئة بالدولار لمتابعين لحزب الله ويقولون لهم بنوكنا فارغة فتتبجحون بالأموال الإيرانية وأموال المخدرات وتجارة الأسلحة ولكن شعبكم حتى في الجنوب اللبناني هناك حادثة انتحار لا أريد أن أتعب عن موضوعنا الأساسي ولكن العودة إلى إيران إيران لديها تجارب في إفشال الأنظمة والدول لمعنى آخر دخلت على الواقع اليمني دمرت اليمن بشكل كبير وكبير جدا بغض النظر عن الربيع العربي وما حدث وانهيار نظام علي عبدالله صالح وكل ما تشاء وجماعة الحوثي والحكومات المتعاقبة على اليمن ولكن بطريقة أو بأخرى نشرت الفوضى في سوريا الكل يعلم ما أحدثه النظام الإيراني بتدخله في سوريا وكيف قاتل إلى جانب النظام وساهم في تهجير الملايين وتشريد الملايين وقتل الآلاف في لبنان دولة داخل دولة يتعلق الأمر بحزب الله حتى حين كانت تقترب من الفصائل الفلسطينية على غرار حركة حماس كانت حماس تنحى صوبة مجموعة من المشاريع التي فيها دعم لإيران وكانت في كثير من الأحيان تقف حجر عطرة في إطار توافق الفصائل إلى غير ذلك فإيران الكل يعرفها ماذا ينتظر الغربي الفرنسي والإسباني والألماني والبريطاني ماذا تنتظر الولايات المتحدة الأمريكية واليوم نحن وعالى قبل ساعات زيارة لرئيس الأركان المشتركة في الولايات المتحدة الجنرال مارك ميلي الذي قال بأن شمال أفريقيا نقطة ارتكاز استراتيجي وجزء لا يتجزأ من الأمن القومي في أفريقيا حين تكون إيران على الجهة المقابلة في قلب شمال إفريقيا لابد أن يدق نقوس الخطر في نظري هناك خلل ما على المستوى الاستراتيجي الغربي وينبغي الإقرار بهذا هذه الاستراتيجية كانت دائما استراتيجية استباقية وأود هنا الإشارة إلى ما كتبه بريزينسكي في سنة 1997 في كتابه لوكو كرياتور حينما تحدث حينما قال بالحرف أن على الدول الغربية أن تواجه التحالف الناشئ التحالف استراتيجي الناشئ بين إيران وروسيا والصين وهو ما نعيشه الآن الآن يتضح لأن الغرب أخذ على حين غر من هذا الصعود المضطرد في القوة الإيرانية على المستوى الإقليمي القوة الإيرانية التي تحدثت عنها هيلالي كلينتون حينما تحدث عن الخطر الإيراني على المستوى الإفريقي الخطر الإيراني الذي تمثل كما أشرت في تفكيك الأنظمة لذلك في نظري المملكة المغربية وينبغي الإقرار على أن من أتار انتباه الغرب الآن إلى الخطر الإيراني هو الضور الذي لعبته للمملكة المغربية ونحن نتذكر أنه بعد التصويت على القرار 2654 على المستوى مجلس الأمن قام المندوب الدائم للمملكة المغربية السيد عمر هوبلا بنشر المعطيات والوتائق التي بحوزت المغرب أمام أعضاء مجلس الأمن وتحدث بوضوح عن الخطر الإيراني خطوة كانت ليس ببعيد أشهر في نوفمبر في القمة العربية في الجزائر حين تم إدراج بند التدخل أكثر من ذلك كانت صريح واضح للناس سيد ناصر بوريطة ولمسؤولين المغربية بأن المغرب لا يمكن أن يبقى مكتوف الأيدي حتى يتكرر الوضع الذي تم إنتاجه على المستوى اليمن أو على المستوى لبنان أو على المستوى السورية أو على المستوى العراق حتى يتكرر في الخاصرة المملكة المغربية وبالتالي كان هناك دائما الضور الذي يلعبه الجيش المغربي فيما يتعلق بضبط الأمن والسلم على المستوى الإقليمي لذلك قلت على أن هناك خلال ما حدث على المستوى الاستراتيجية للغرب هناك أكيد تضارك الآن من خلال هذه الزيارات أو من خلال هذه الدينامية الآن التي أصبحت سريعة جدا فيما يتعلق بتوافد أكبر المسؤولين الأمريكيين إلى المملكة المغربية وهو توافد لافد جدا كذلك ينبغي الإقرار على أن هناك إيمان لدى الأمم المتحدة بأن المملكة المغربية أصبح دورها واضحا على المستوى على المستوى هذه المنطقة الجغرافية الجيوسياسية أتحدث عن هذا الموقع الاستثنائي على المستوى الخريطة العالم على الاعتبار أن المملكة المغربية تقع على أحد المرافد الأساسية للتجارة العالمية ونحن نتحدث عن مضيق جيبرالتار ونتحدث على أنها تنوجد في الخاسرة الأوروبية بما يعنيه على أن المملكة المغربية هي التي على المستوى الشمال الإفريقية المملكة المغربية هي التي لحدود الآن وكما شارت إلى ذلك مستد نوفل التي فعلا تتمتع باستقرار استثنائي على المستوى المنطقة كل دول المتواجدة على المستوى الشمال إفريقيا وحتى غرب إفريقيا اهتزت خلال مراحل معينة باستثناء المملكة المغربية خلال العقود الأخيرة لم يهتز أمنها الداخلي وبالتالي ينبغي للدول الغربية ونقولها بوضوح أن تفهم وخصوصا أقولها بوضوح للدولة الفرنسية لأن منطق التوازنات التي لازالت تعمل به الخارجية الفرنسية والدولة الفرنسية فيما يتعلق بالعلاقة بين المغرب والجزائر هو غير مستقيم بالنظر إلى هذه التحديات وهذه المخاطر نحن نتحدث عن النفوذ الإيراني عن مستوى المنطقة نحن نتحدث عن التقارب مع النظام الجزائري نحن نتحدث عن التقارب مع جمهة البوليزاريو نحن نتحدث عن تحول نظام الجزائري لأدات وظيفية لدى الروز وبالتالي من بقي على المستوى المنطقة يرتبط بالدول الأوروبية ويرتبط بالغرب ويتربط بفرنسا نفسها غير المملكة المغربية لذلك في نظري على فرنسا أن تعيد تصويب موقفها تجاه المملكة المغربية أن تأخذ بعين الاعتبار أن مغرب قوي على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى السياسي وعلى المستوى الأمني هو مغرب يخدم المصالح الأوروبية ويخدم المصالح الغربية بطبيعة الحال ويخدم بطبيعة الحال مسألة السلم والأمن الإقليمي لأن في نهاية المطاف كما قلت الوضع على المستوى اليمن الذي أصبح يشكل تهديد للدول الخليجية إن تحول إن انتقل هذا الوضع إلى على المستوى الساحل والصحراء تصبح كل الأسلحة الإيرانية في مبدياتها أمام برلين ومام باريس وأمام لندن على الغرب أن يدرك على أن التمركز إيران على المستوى المنطقة فيه خطر وجود بالنسبة للدول الأوروبية فيه خطر وجود للتفكك كل الدول المنتشرة على المستوى المنطقة وما يخص المملكة المغربية كما قيل سابقا المملكة المغربية أمام هذه المخاطر لا يمكن أن تبقى مكتوفة الأيدي لذلك كان هناك اتفاق تلاتي مع الولايات المتحدة ومع إسرائيل لذلك كان هناك اتفاق تلاتي الأخير الذي تم توقعه بين الاتحاد الأوروبي وبين إسرائيل وبين المملكة المغربية لذلك هناك تشكل حلف قوي على المستوى العالم العربي بين المملكة المغربية وبين السعودية وبين الإمارات ومع إسرائيل لذلك هناك تحالف كذلك قوي تشكل على المستوى الإفريقي بين الدول الإفريقية ودول والمملكة المغربية في نظري هذا هو الرد الصارخ والواضح على الخطر الإيراني الماحق ولكن المغرب لن يلعب دور الدرك في الهجرة كما قال الأوروبين ولن يلعب دور الدرك في الدفاع عن شمال المتوسط من خلال الخطر الداهم الذي تشكله اليوم إيران بتغلغ لها في المنطقة وتهديد الأمن والاستقرار في منطقة السحل والصحراء أو حتى في منطقة شمال أفريقيا بما أن أستاذ أقرطيت استبقني في الحديث كنت أود أن أتساءل من بين القوى الأوروبية المدعوة اليوم إلى العودة إلى رجدها هي فرنسا فرنسا التي اليوم تركت نفوذها وإن قال ماكرون في جولته الأفريقية الأخيرة بأنه لا هو فك ارتباط ولا هو انسحاب هو إعادة تكيف مع المستجردات في المنطقة وبناء علاقة استراتيجية جديدة مع دول القارة الأفريقية وحتى الحضور العسكري سيكون بالتشارك والتشاور إلى غير ذلك ولكن قلة قليلة من الجند غير كافيين اليوم وأنت تتحدث عن إيران إيران التي تريد أن تتموضع بثقلها الوازن هنا في المنطقة الأفريقية عبر البوابة الجزائرية بالتأكيد وتسليح بداية من الجبهة الانفصالية بطائرات من دون طيار كيف يمكن اليوم لفرنسا أن تتقبل هذا الواقع وهي اليوم مغتاضة من تواجد الفاغنر على الأقل الفاغنر ينتمي لدولة اسمها روسيا قد تجلس وتتفاوض معها النظام الإيراني اليوم الكل يعرف كيف يوارب وكيف يكيد المكائد وكيف يتصيد الأخطاء من القوى الغربية وبين قوسين يعني فعل ما لم يفعل فيما يخص الملف النووي تارة ينسحب وتارة أخرى يعود ويريد أن يقوي طاولة النقاش من خلال هذا التواجد الممتد ليقول لهم أنا لست فقط في المشرق أنا متواجد في القارة الأفريقية ماذا تنتظر فرنسا؟ نعم أنا أقول لك أستاذ نوفل اليوم هذه الحلقة نختلف في عدة نقاط مع الأستاذ أخرطيط وربما في هذه النقطة ربما نختلف معك أستاذ نوفل تضر هو أن فرنسا الآن يجب أن ندرك نقول لك الواقع حالي فرنسا لها أفول على مستوى أوروبا وعلى مستوى النفوذ العالمي وعلى مستوى النفوذ إفريقية أنا أقول لك لماذا؟ هناك الآن تحالف الذي كان ما بين الولايات المتحدة وفرنسا أصبح على حسابها لصالح الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا بعد خريجها من الاتحاد الأوروبي الجانب الثاني فرنسا هي نفسها أدركت أدركت على أن نفوذها في إفريقيا تراجع بشكل لم يعود يطاق انطلاقا من عدم قدرتها انطلاقا من وجودها في الساحل والصحراء وعدم تدبيرها التدبير الناجع والفعال في مواجهة التصدي للإرهاب وللجماعات الإرهابية وأكأن تواجدها تواجد شكلي مفرغ من محتوى انطلاقا من من عدم تحقيق نتائج المتوخات الجانب الثاني أن إفريقيا أدركت فقط إضافة نعم العراق حين أرادوا أن يطحوا بالنظام أكثر من ثلاثين دولة تحالف دولي نحن نتحدث أستاذ الحسين عن منطقة السحل والصحراء عن ملايين الكيلومترات ألاف الكيلومترات التي يصعب على جيش أممي أن يسيطر ويرسل أمن والاستقرار فيها ولكن لا يمكن أن نسلخ فرنسا من عمقها الأفريقي وهي الحاضرة في الثقافة واللغة والاقتصاد عبر مؤسسات اقتصادية سيزور تدريجيا أستدنوف من الصعب بمكان أن اليوم تغير مثلا اسمح لي وأنا إنسان واقعي أن تغير منظومة التعليم اليوم في المغرب والتي لديك المدارس البعثات الفرنسية وتخرج نخبة النخبة من الصعب أن تستغني عنها وتأتي بالمدارس البريطانية ولا المدارس الأمريكية فقط هذا مثال بسيط فما بالك أنت بدول أفريقية يعني ثلث القارة الأفريقية يتحدثون اللغة الفرنسية دول أفريقية لها تبعية هويتية إلى فرنسا وصلت إلى هذا العمق بالتحديد دول اقتصادها مبنى على مؤسسات اقتصادية فرنسية كبرى فرنسا في عمقها الأفريقي لازالت حاضرة ولكن اليوم هناك سباق محموم على القارة الأفريقية إلا أن فرنسا مدعوة إلى مراجعة بعض الأوراق لأنها اليوم كانت تتعامل مع مجامعات إرهابية مشتتة هنا وهناك من فلول داعش والقاعدة ستصبح تتعامل مع الدولة والدولة حين تدعم جماعات وتزعزع استقرار فإن لها الكثير من الإمكانيات لفعل ذلك هذا ما قصدتون نعم أستاذ نوفو هنا نقول لك نحن نتشرف في المرصد الدولي للدراسات الاستراتيجية في دراسات شق من بين الدراسات التي نشتغل عليها دراسات مستقبلية نعم لجندا ديالإفريقيا 2060 أنا ما أقول 2060 بمعنى بعيدة المادة 2065 رؤية أفريقيا نعم يعني الاستراتيجيات طويلة المداهية التي تعطي نتائج لا نتصور اللغة الفرنسية والنظام الفرنقوفوني أنه سيزول من إفريقيا ومن المغرب على مستوى 10 سنوات أو 15 سنة وأن النظام الأنجلساكسوني واللغة الإجليزية لغة العلم لغة المستقبل هي التي ستحل محلها لا محالة أنا أقول لك دراسات موتوقة والتي كاننا لا شرف أن نشتغل عليها في هذه الاتجاه الجانب الثاني فرنسا لندحها أنها تبحث هي على إفريقيا وعلى المغرب حينما نوع المغرب شركاتي وخارجها من تلك الجبة للدولة المستعمرة والتي من طبيعة الحال يعني أثارها ولم يعجبها هذا الصعود للمملكة المغربية هناك دول من داخل الاتحاد الأوروبي لها علاقات متميزة مع المغرب من بينهم جارتنا إسبانيا غير إحنا اليوم لا نتحدث لن نتحدث عن مزايدات سياسية يعني ديليا الشونتاج بالبرلمان الأوروبي بيغاوس أنا أتحدث اليوم عن أمن قومي أوروبي في خاصرته الأفريقية سيمس وبالتالي فرنسا إن حضرت فرنسا القوة الثانية في الاتحاد الأوروبي ما بعد ألمانيا سيكون لها الأثر الكبير في تسيير الأمور إن قالت فرنسا وعرضت القضية على مجلس الأمن وضعتها تحت الفصل السابع وقام بلجان تحقيق واكتشفوا أن هناك مقاتلين ومدربين وأسلحة إيرانية التي فيها قوامها ندل ندو والاحترام المتبادل وليس أن تنظر إلى المغرب ومن خلال إفريقيا بنظارات الاستعمار وهذا لم يعد مقبولا ولما قالها جلال تلماليك في عدة خطب أهمها مغرب اليوم ليس هو مغرب الأمس إذا قرأنا أستمر تراهن على تغير الموقف الفرنسي اليوم لومون تتحدث سيتغير إيجابا ولكن ليس في سواد عيوننا لأن المغرب أصبح قوي فرنسا ستأتيك طوعا أو كرها جميل والأيين بيننا جميل اليوم هؤلاء الشركاء من أوروبا تحديدا الولايات المتحدة الأمريكية إلى أي درجة يمكن أن يضغطوا على الجزائر أنا أعتقد على أن الضغط على الجزائر بطبيعة الحال هو ينبغي أن يتحول إلى ضغط وجودي بمعنى أن تتكون لدى النظام الجزائري القناعة بأن وجوده أو استمراره هو لم يعد مقبولا بالحالة التي هو عليه الآن بمعنى أن الدول الغربية ينبغي أن تضغط من خلال من خلال الدفاع على المصالح المملكة المغربية من خلال الدفاع عن سيادة المغرب عن الأقليم الجنوبية أن تكف فرنسا عن الإنزعاج من قوة المغرب ومن عن عناصر التي يراكمها المغرب لأن هناك بعض الدول ترى الآن في المغرب منافس بمعنى لم تعد تلك النظرة على أنه حليف على أنه شريك بمعنى هناك تخوف من تصاعد وأنتم تتبعتم حين يتم الحديث على أن هناك تركيا جديدة على المستوى الشامل الإفريقية بمعنى هذا المنطق لدى بعض الأوروبيين لم يعد مقبول لذلك في نظري الرد على هذه التهديدات هو مرتبط بقوة المغرب بأن تتقبل الدول الأوروبية وأن تعمل أكثر من ذلك عن الدفاع عن رؤية المغرب لأمن وأمان المنطقة واضح ولكن الجزائر لديك نظام لديه أموال البترول دولار من الغاز والبترول كيف يمكن أن تكبح جمع هذا النظام قال لك بالأمس في القمى الأفريقي سأستثمر مليار دولار هل تعلم أنت هذه المليار إلى أين ستذهب؟ في نظري الرغم توفر وانت تعرف هذا جيدا الأستاذ نوفل على أن هذا النظام راكمة وصل احتياطه النقد من العمولات الأجنبية سنة 2010 إلى 94 مليار تبخرت هذه التروة ولم يستفيد منها الشعب الجزائري وبالتالي في نظري هذا النظام المرتشي المهتري على المستوى الجزائر الشقيقة هذا النظام هو إلى زوال على الاعتبار أن هناك مشكل داخلي على مستوى بنية النظام تؤدي من خلال الاهتزازات التي عرفها من خلال التناقضات التي تفجرت بين أجنحته الأجنحة المخابرات وأجنحة الجيش أشكرك ولكنني الدولة والقوة التي أراها أكثر جدية في التعامل مع الجزائر ورسم خطوط ومحاذير لتصرفات النظام الجزائري هي الولايات المتحدة الأمريكية لا أكثر ولا أقل أوروبا تكاد تلعب دور الضمير وصف المغربي تركيا هو لصالح قوة للمملكة المغربية لأنها أصبح الدولة صاعدة لا هي فرنسا تخرج ما في جبتها اليوم وبالتالي لكي تقول الحقيقة هكذا ترى المغرب نعم ترىه ليكون لأنه هو كائن أنا مسوى الوطنة وليكن أفضل لماذا تركيا؟ تمام منطقة قلتها مرارا وتكرارا هذه الأمة تسير إلى الأمام ولا تعرف العودة إلى الخالق الحمد لله شكرا جزيلا لك أستاذ الحسين قانون وأنت رئيس المرصد المغربي لدراسات السياسية الدولية الخبير والبحث في العلاقات الدولية سلحسن القرطيت شكرا جزيلا لك أيضا على إثرائكم النقاش حول هذا الموضوع الهام والهام جدا شكرا موصول لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة لكم أجمع تحية أينما كنت إلى اللقاء